أكد رئيس الوزراء أهمية التجهيزات الخاصة بدوي الهما في كل مبنى يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وخاصة المقار الخدمية لتيسير تقديم الخدمات لهم دون عناء وقال خلال تفاقد عددا من مشروعات حياة كريمة بقرية الودي بمركز الصف بالجيزة إن هناك توجهات من الرئيس بمتابعة سير المشروعات للانتهاء منها وتشغيلها في أسرع وقت كي تسهم في تغيير حياة المواطنين نحو الأفضل وبدأ رئيس الوزراء جولته بمشروعات حياة كريمة بقرية الودي بالصف بتفقد مجمع خدمات المواطنين تحيا مصر ويعد واحدا من أحد عشر مجمع خدمات يتم تنفيذها في محافظة الجيزة ضمن المبادرة